اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين سامو عمار حلقتنا النهاردة حول العلمانية وامكانية فرضها بالقوة لكن خلينا نبتدي بكالعادة بمجموعة من الاخبار اللي حصلت الاسبوع اللي فات اعتقد ربما اهم خبر يا عمار هو قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق في مدى ارتكاب جرائم حرب داخل الاراضي الفلسطينية يعني خلينا نذكر الناس اول شي بانه المحكمة الجنائية الدولية تم تأسيسها وفقا لاتفاقية روما عام 1998 هي ما بتحاكم لا الدول ولا بتحاكم المؤسسات او المنظمات او الحركات هي بتحاكم افراد فقط وفقا لجرائم معينة يعني جرائم حرب جرائم ضد الانسانية وقضية الابادة الجماعية في اربع طرق ممكن بالحقيقة المحكمة تنظر فيهم لقضية معينة انك تكون انت عضو مؤسس بالمحكمة الجنائية مثل حالة جمهورية افريقيا الوسطى والكونغو او ان المجلس الامن هو اللي حاول القضية للمحكمة الجنائية الدولية مثل ما صار بحالة السودان السودان ما له موقع الاتفاقية بس طالما مجلس الامن هو اللي حاول القضية فيما تعلق بالابادة بدارفور فالمحكمة نظرت فيها كمان في طريقة انه دولة مثل بنجلاديش دولة عضوة بالمحكمة الجنائية تضررت نتيجة احداث عمصير بيم ميانمار الدولة اللي ما لها عضوة فتم تحويل الملف الى المحكمة الجنائية فيما يتعلق بالروهينغا في طريقة رابعة بالحقيقة حاولت السلطة الفلسطينية عام 2009 انه تستخدمها وهي انه هي قبلة عما انه هي ما لا عضو مؤسس بالمحكمة الجنائية بس هي قبلة باختصاص المحكمة بس نقال له انه انت لازم تكوني دولة اساسا فبعام 2012 الجمعية العامة بالامم المتحدة بتقبل بفلسطين كدولة مراقبة وان كانت ما لا عضوة بالامم المتحدة هذا الشي بيهلق الفلسطين انه تصير عضو بالمحكمة الجنائية كدولة عام 2015 ومن 2015 الى الان والمحكمة عم تنظر بملف فلسطين لحتى قرروا بالنهاية انه يفتحوا الموضوع حاليا ربما رد الفعل طبعا الترحيب الفلسطيني والرفض الاسرائيلي الامريكي بيوحي ان التحقيق معناه ان اسرائيل ارتكبت جرام حرب في الحقيقة ان في تقدمها لهذا الموضوع المحققة الدولية بتقول ان هننظر في الانتهاكات من قبل الطرفين من قبل سواء اسرائيل او من قبل حماس ومنظمات فلسطينية اخرى بس رغم الكلام ده الموقف الاسرائيلي كان واضح جدا زي ما بنشوف الكلام اللي بيقوله نتنياهو دولة اسرائيل تتعرض للهجوم المحكمة الجنائية الدولية المنحازة في لهاي توصلت الى قرار جوهره معادات السمية والنفاق لقد قررت ان جنودنا الشجعان والاخلاقيين الذين يقاتلون اكثر من غيرهم الارهابيين المتوحشين مجرموا حرب واننا عندما نبني منزلا في عاصمتنا الابدية القدس فان ذلك يعتبر جريمة حرب يعني الكلمة ملفتة جدا توصيف قرار المحكمة الجنائية الدولية ان هوا معادات السمية ربما هيفير استغراب ناس كتير اوي عندنا في الشرق الاوسط اهلاء معادات السمية بالموضوع النقطة اللي بينطلق منها نتنياهو ان التخصيص او فكرة ان المنظمات الدولية موراهاش حاجة غير اسرائيل أن أنت ما بتنظرش كمحاكم أو كالأمم المتحدة أو كغيرها في انتهاكات بتحصل في دول أخرى وبتركز فقط على ما ترتكبه إسرائيل ده بيدعو الناس إلى التساؤل هل أنت موقفك الفعلي فعلا مهتم بالضحايا وهما اللي فرقين معك ولا أنت اللي فرق معك أن إسرائيل هي اللي بتعمل الموضوع ده علشان أنت معادل السماية يعني هو سؤال بالحقيقة بموقع أنه ينسئل بس القضايا اللي نظرت فيها المحكمة الجنائية إلى الآن تدل على أنه عم ينظروا بدول مختلفة وبمناطق مختلفة حول العالم ما بعرف إذا بإمكاننا نتهي نقصم بعد أنه هنأخذوا خمس سنين وهنعمدوا رسول ملف قبل ما يقرروا أنه يعملوا وينظروا في بعض الانتهاكات اللي ارتكبت في عام 2014 عام 2018 المستوطنات اللي عم تصير وقضايا صواريخ حماس وغيرها من المنظمات الإسلامية بفلسطين فهن عمليا يعني عم حاول يكونوا متوازنين ما ليشايف أنا أنه بالضرورة في عنصرية بهذا القرار في بوعد قانوني بس الموقف الأمريكي بالحقيقة بيختلف عن الموضوع عم ينظروا هنا من ناحية تقنية أنه فلسطين مالا دولة معترف فيها من قبل هيئة الممتحدة ككل مالا عضوة بهئة الممتحدة فبالتالي ما في مجال لأنه تطلب من المحكمة الدولية وإسرائيل مش موقعة على الاتفاقية فهي طبعا أنت عندك هنا أسئلة تتعلق بسيادة الدولة وأيضا موقف الأمريكي بشكل عام أن الأضية الفلسطينية أو الصراع العربي الإسرائيلي لن يحل من قبل محاولة الفرض أمر واقع ولن يحل أيضا من قبل محاولات لتسجيل بنت فيه أضايا قانونية ولا مش هينتج عليها أي تغيير على الأرض لو إحنا فعلا عايزين نحل المشكلة لو فعلا عايزين ندور على حل حقيقي فده لن يتم إلا من خلال التفاوض عشان كده الموقف الأمريكي دائم الرفض لأي خطوات مصرحية خصوصا إحنا بنحبها ومتخصصين فيها عندنا في المنطقة لأن هي مش هتؤدي إلى بناء جسود مش هتؤدي إلى عملية سلام حقيقية ينتج عنها تغير في الواقع خيانا ننتقل إلى خبر ملفت بالنسبة لي هو قرر الدنمارك ببدء إجراءات ترحيل أربعة وتسعين لاجئ سوريا عايشين في الدنمارك كان معاهم إقامة مؤقتة والدنمارك بتقرر أن هي تلغي هذه الإقامة المؤقتة تمهيدا لي أنه هنبعتهم مرة تانية لسوريا يعني المشكلة أنه على ما يبدو أنه دنمارك عام تسيق ويمكن عام تسيق عن قصد شو عم يصير بسوريا وليش صار وليش هدول اللاجئين موجودين أصلا بالدنمارك يعني أنه موضوع الأوضاع والاستقرار الأمني اللي موجود حاليا لا يعني بأنه والله اللاجئين حيكونوا بأمان إذا رجعوا في قضايا كثير وحالات كثير رجعوا فيها اللاجئين وبالحقيقة لأوحالهم بالسجون أو اختفوا قصريا مثلهم كثير غيرهم من قبل الموقف بسوريا عدم الأمان هو مرتبط بوجود نظام الأسد وبسياسات نظام الأسد القمعية هذا اللي هربوا من اللاجئين اللاجئين ما هربوا لا من الثوار ولا حتى من داعش أغلبهم أغلى من الراجئين هربوا بسبب نظام الأسد وسياسات نظام الأسد فموضوع الترحيل هنا إذن عم يقول كأنه والله طالما نظام الأسد حقق استقرار أمني معناته أنه الأوضاع تسمح وبينسوا أنه هو بالأساس اس المشكلة فنحن لازم ننظر لهذا القرار من أنه هو قرار داخلي دانماركي له علاقة بالسياسات الداخلية الدانماركية ما له علاقة بشو عم سير بسوريا هنا عندهم مشكلة تجاه قضايا الهجرة عندهم مشكلة بقضايا الهوية وعم يحاولوا يحلوها ويتعاملوا معها وسجلوا نقاط على طريقتهم نحن طبعا عندنا سؤال هل هنشوف تكرار لذا هل دي خطوة أولى من قبل الدانمارك وهنشوف حاجات زيها في بلاد أوروبية أخرى خصوصا زي ما انت قلت في دول أوروبية كتيرا النهاردة فيها صعود لأحزاب يمينية بترفض اللاجئين عندهم تخوفات تتعلق بالأعداد اللاجئين مع استمرار تظاهر الأوضاع في الشرق الأوسط لكن النقطة الملفتة فعلا هنا أنه أنت النظام الدانماركي أو فيه قرار في الدانمارك بتوصيف أجزاء من سوريا أن هي مناطق آمنة من منطقة دمشق مثلا منطقة آمنة تعريف الأمان هنا هو انعدام حالة الخرب بس في حقيقة الأمر زي ما انت قلت المشكلة مش فيه وجود الخرب في حد ذاتها أو الخرب الأهلية اللي موجودة في سوريا في بعض مناطق سوريا مازالت مستمرة النهاردة المشكلة الحقيقية هي في هذا النظام اللي بيمارس سياسات انتقامية تجاه الشعب اللي بيحاول يعمل تغيير ديمغرافي في الكتلة السكانية الموجودة في سوريا وهو ده الخطر الحقيقي اللي هيواجه الناس دي لو رجعت سوريا ربما الدانماركي مش مستعدة أنها تاخد كل اللاجئين اللي في العالم وده أمر مفهوم لكن في نهاية الأمر بدون التعامل مع هذا الواقع في سوريا ومحاولة حلو هيفضل عندنا هذه الأوضاع اللي بتنتج اللاجئين عندنا طيب سام بما أنه نحن عم نحكي هلأ عن الناس اللي عاديين خارج تراب الوطن وعن علاقتهم بالوطن كيف عم تتطور في حاليا كمان مشروع قانون عم يتم نقاشه بالجزائر بالحقيقة لفط نظري مشروع القانون بينطبع على الجزائريين اللي عايشين خارج تراب الوطن وخليني أرى إلى هون اللي لك الخبر كيف أنه المقترح ينطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق دررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية كأن ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية أو يقوم بتمويلة أو تمجيدة أو كل من تعمل مع دولة معادية لفت هذا الخبر نظري بالحقيقة بطريقتين موضوع توصيف الجريمة من ناحية موضوع العقاب العقاب المقترح اللي هو سحب الجنسية فأنا حسيت أنه فيه شيء ممكن ينقال بالحقيقة عن موضوع الجريمة بحد ذاته وطريقة توصيفة وفيه شيء ممكن نقوله كمان عن موضوع هل يحق فعلا للدولة أنه تعاقب أي مواطن من المواطنية بسحب الجنسية يعني هو كعادة التهم في دولنا العربية التهمة مطاطة ما هو تعريف الوحدة الوطنية ما هو تعريف المساس بالدولة من يعرف من هي المنظمة الإرهابية ومين اللي يقرر مين الدولة المعادية والتي ليست معادية التهمة كالعادة هتستغل مع أنظمتنا فيه أي حد بيقول رأي مختلف لأن في حقيقة الأمر أن الوضع في منطقتنا أن الموضوع مش أن أنت ارتكبت جريمة فعلية مشكلة الحقيقية هي معاقبة أي حد أفكاره مختلفة يعني فيه منظمة إرهابية طبع القاعدة أو اللي بتاعك تواضح لكن أنت في الجزائر مثلا عندك مشكلة مع منظمات بتاعت الأمازيغ هل لما واحد يقيد منظمة طبع الأمازيغ هيبقى بيمس بالوحدة الوطنية طبعا لتعريف النظام الجزائري يعني هاي هي المشكلة بالذات يعني جريمة الإرهاب مثل ما أنت قلت واضحة جزائر مرت بمشاكل فعندها أكيد قوانين فيما يتعلق بالعلاقة مع منظمات إرهابية ودعم هاي المنظمات سواء كنت بالخارج أو بالداخل بس الموضوع هون واضح أنه هيسبب إشكالات لكل أشخاص عندهم رأي مخالف ممكن يكونوا أعضاء بمنظمات حقوقية عام الدين الحكومة الجزائرية وتصرفاتها فيما يتعلق بالأمازيغ أو فيما يتعلق بالناشطين حاليا اللي عم يحتاجوا ضد الحكومة فكل هاي الأمور ممكن بالحقيقة الواحد يحكي عن يقول هاي مساس بالوحدة الوطنية أو بالمصلحة الوطنية فيه سؤال فلسافي هنا ظريف هل أصلا الجنسية حاجة من حقك أنك تسحبها من شخص؟ يعني هل الجنسية دي حق بالطبيعة بأن أنت موجود في مثل هذه الأرض ولا هو حق مكتسب من الدولة؟ أعتقد أن ده سؤال مهم جدا يعني فكرة أن أنا النهاردة جزائري وهصحى بكرة الصبح مش حابقة جزائري هل الجنسية مجرد ورقة ولا دي حاجة بتاعتنا من الأول؟ يعني صحيح في مجموعة من الدول الأوروبية مو بس الجزائر كمان هل اللي كمان عندهم عقاب على جريمة معينة هل اللي جريمة الخيانة ممكن في الحقيقة يقوموا بسحب الجنسية بس معك حق من هالمنطلق بالحقيقة أنا بحس أن الدولة عم تتعدى هنا على حقوق معينة وشبح عم تخلي مسئوليتها عن أنه ليش مواطن معين ممكن يكون راح باتجاه الخيانة ممكن أنت بكل هدوء تقول أنه الخائن يتحمل 99% من المسئولية بس في ولو واحد بالمئة يمكن تكون الدولة أثرت انتهكت حقوقه دفعته بهذا الاتجاه المجتمع نفسه وحتى لو هو خاين هو عميل بس هو خاين جزائري وعميل جزائري خيانته وعملته لا تلغي لا تلغي هو منين مش هنقدر نمحيها اللي هو إحنا زي ما بنزور في التاريخ هنزور في الجنسية هذا الشخص لم يعد تابعنا مشكلته تابع حد تاني لا الواقع بيقول أن أي حد هو بيظل مواطن لهذه الدولة سواء بيعمل حاجة صحة ولا غلط يعني أنا بتذكر مقولة باتول بريخت الكاتب المسرحي الألماني لما كتب على الحكومة في ألمانيا الشرقية أن هي فقدت سقطها في الشعب فقال ربما هو الحل هو أن الحكومة تحل الشعب وتنتخب لها شعب جديد ربما ده الحل أمام نظام الجزائري رغم مرور أكثر من 200 سنة على بدء مشروع التحديث في الشرق الأوسط لا يزال حلم الدولة الحديثة العلمانية بعيداً كالصرام هذا الواقع اللي احنا عايشينه بيخلي كتير من العلمانيين في الشرق الأوسط يبحثوا عن حل سحل لكل مشاكلنا يا سلام لو لقينا ديكتاتور بس يبقى علماني راجل ييجي ويغير البلد تماماً من فوق ويجبر الشعب على قبول العلمانيين يعني بعد 200 سنة نحنا من محاولات التحديث ونحنا حكينا عن هذا الشيء وعن فشل محاولات التحديث بمجتمعاتنا وأسباب هذا الشيء بحلقات سابقة فبعد مرور من 200 سنة على حملة نابوليون وبداية هذه المحاولات بمنطقتنا نلاحظ حالنا أنه نتعامل مع نفس المشاكل نفس القضايا نفس التحديات حقوق المرأة حقوق الأقليات حقوق الحريات الشخصية فيما تعلق بالمأكل بالملبس بالمشرب الحريات الفكرية نفس الأزمة اللي عم تواجهنا قبل 200 سنة واجهتنا قبل 100 سنة قبل 50 سنة قبل 10 سنين لهلأ بالحقيقة عم نتعامل معها فطبيعي أنه بعض الأشخاص يشعروا بالحقيقة بالإنهاك يشعروا بفقدان الأمل بالخيبة ويلجأوا لأحلام وأوهام من نوع أنه يمكن يمكن إذا إجا هذا المستنير المستبد العادل المنزل من السماء الليبرالي الديمقراطي يحسن يحرق المراحل ويحقق بعشرة وعشرين سنة هللي ما تم تحقيقه بمئتين سنة وبعدين يروحها ويعطيها النظام ديمقراطي الليبرالي ومجتمع حديث خلينا نشوف نموذج لمثل هذه التروحة في التجربة التركية تجربة ذاتة خصوصية لأن في النهاية دي كانت موطن الخلافة كانت بلد الخلافة والسيادة نعم للسلطة وتراثها بالكلية الإسلامية نعم فالتجربة الأتاتوركية أخذت المسألة بالفرض القسري بمعنى أن تفرض العلمانية فرضا وبعض زبلائي يرى أنه لا حل لنا إلا بأتاتورك لا حل لنا إلا بأتاتورك اسم أتاتورك وربما أسامي أخرى بتطرح دايما كهية النموذج اللي إحنا عايزين نعمله في بلادنا التجربة الأتاتوركية في تركيا اللي عمله برقيبة في تونس وربما أقل ذكراً هو رضا بهلاوي وتجربته في إيران كل التجارب دي الشيء المشترك بينها أنه لم تكن أنظمة ديمقراطية لكنها أنظمة تحديثية عمل التغيرات الكبيرة ليس فقط في سياسة خارجية أو اقتصاد لكن أيضاً في السياسة الاجتماعية في هذه الدول طبق التشريعات وتغيرات خصوصاً فيما يتعلق بالمرأة كانت ثورية في زمنها يعني هو هذا بالذات اللي لازم نحكي عنه بالحقيقة نحن حكينا عن موضوع الحداثة وحكينا عن البنية التحديية وحكينا عن قصص كثيرة من هذا القبيل في السابق لكن نحن هنا نركز على موضوع الاجتماع المجتمع بالحقيقة والسياسة الاجتماعية القضايا اللي فعلاً لحد هلأ ما عم نحقق تقدم كثير كبير فيها على رغم من كل شيء صار خلينا نأخذ التجربة الأتاتوركية مثلاً لأنه كثير في كلام عنا مثل ما شفنا وكثير في ناس بحسوا بأنه هذا هو المثل الأساسي حاول نجاح العلماني من فوق هلأ في شيء صح عمله أتاتورك بالبداية وهو أنه قارن ما بين التحديث والانفتاح على الغرب أو الغوربة بأنه فهم القصة أنه تتطلب أن نتعلم نحن من الغرب أكتر مو من الشرق أو من صين من اتحاد سوفيتي من أي شيء من هذا القبيل عندنا نماذج واضحة بالغرب وهي النماذج اللي لازم نحتزي فيها فهذا هو الواقع الحديث أنه الحداثة يجد مهنيك الواقع اللي لازم نتعامل معه فهو حاولي ألد اللباس الغربي يمنع اللباس التقليدي يتبنى بعض القوانين الغربية اللي إلا علاقة بتحقيق المساومة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالميراث بحق الطلاق إلى آخره بس هو على فكرة احتفظ بذكورية المجتمع التركي يعني المرأة ما كان فيها تسافر إلا بإذن الرجل لأن الرجل كان وبقي حتى ضمن النظام الأتاتوركي كرب العائلة وسيد العائلة يعني التغييرات اللي عملها أتاتوركي للتغييرات اللي بيعملها أيضا اللي مشوا على خطوات سواء رضا بهلاوي أو برقيبة في تجربته التينوسية في الكل الحالات دي ربما أهم تغييرات أو هي اللي باقية معناها هي فكرة اللي عملوه من أجل المرأة تكلمت في موضوع المواريد موضوع مثلا تعدد الزوجات ومنعها في الحالة التونسية وفي الحالة التركية وأيضا التغييرات اللي النهاردة بقينا بنقبلها كبديهية يعني فكرة مثلا التعليم للمرأة إحنا في زمانهم ده كان شيء ثوري لم تكن المرأة في هذه الدول تحصل على أي قدر من التعليم فكرة أن تلغي فكرة الانفصال التام الجندري اللي بيتم فيه المجتمعات بين الراجل والست فكرة الحجاب وكل الحاجات اللي كانت مفروضة على الستات التغييرات دي ربما هي أهم تغييرات عملوها يعني وكمان صار لا تنسى عندك التصويت والترشيح المرأة صار تشترك بالعمل السياسي ليس فقط كأنه بحقلة تصوت بس بحقلة ترشح حالها حتى بمرحلة ما كان في حزب للمرأة يعني ورشح نائبات في البرلمان وكان فيه بالحقيقة مشاركة سياسية كتير قوية بس السؤال اللي بيطرح حاله كمان أنه بقضايا المواطنة كان فيه موضوع إلغاء النظام الملالي إلغاء الخلافي إلغاء المؤسسات الدينية ما عد فيه مرجعية لدور الإفتاء والمؤسسات الإفتائية هذا كمان جزء من الشغلات اللي عمل أتاتوك اللي تؤخذ فيها بس كمان هي تركت إشكاليات بالحقيقة أنه أنت لما ألغيت هالمؤسسات الدينية وهالمرجعيات الدينية وقلت أنه الفرد هو الأساس وهو حر يختار كان في عندك بالتركي وما يزال مشكلة التجمعات الدينية مثل العلويين ما تم النقاش والحديث عن 17 مليون مسلم حاليا علوي أنه هنن شو ممكن يكون حقوقهم الحقوق الجمعية لبعض الأشخاص كمان تم تجاهولة على الإطلاق ففي شي بالتركي أعتقد أننا لازم نوضح الفرق بين حاجتين هنا بين العلمانية أو الخطوات المفروض واللي أنا مؤيد أنه سواء أتاتورك ومرقيمة مثلا في تومس أو غيرهم أخدوها وبين الخطوات اللي احنا بنعتبرها لا ده مش دور للدولة يعني فكرة مثلا أنك تعطي مساواة قانونية للمرأة ده مش جده لي ده بايسيك ده ده لازم يكون اللي الدولة بتعمله وبين مثلا أنك تحاول هنغير الأبجادية ليه؟ عشان الحاكم صحي من أنهم وشايف أن الأبجادية وحشة أو أن احنا عايزين نغير عقلية الشعب علشان الحاكم في رأيه أن عقلية الشعب مفروض تبقى كذا كذا زي ما بنشوف في الخطاب بتاع برقيبة أنا نحب نبني الشي على الصيق على الصحة على الدماغ على البشر كيف مبنية الوطنية التونسية على تغيير البشر التونسي نحب الوطنية العربية اللي نؤمن بيها ونحب نكونها نحب نبنيها على تغيير البشر تغيير تفكير العرب تفكير جديد غير تفكير ذيق اللي إلى الآن مازال موجود وتحبله قرون باش يزول مثل حصل شيئا فشيئا يعني تغيير العقول عرفت كيف؟ نحن عم نحكي عن تغيير العقول برقيبة حكا عن تغيير العقول نحن هذا هو الطموح تبعنا وهلأ أنا ما عندي طبعا مشكلة مع طرح أنه نحن فعلا طريقة تفكيرنا بكتير أمور لازم تتغير وتتطور ويصير في معظم الناس عم يفكروا ببعض الشغلات بطريقة مختلفة على الأقل بس هذا الشيء بيأخذ عقود هذا الشيء بده إقناع هذا الشيء ما بيصير عن طريق مراحل أو عن طريق خطوات من نوع أنه رئيس الجمهورية مثل ما عمل برقيبة بينزل على الشارع وبيشلح المرأة حجابة على الأساس أنه عم يحرر شعر عم يحرر عقلة بهذا الطريقة هذا الشيء جدا غريب يعني أنا بتخيل عمار إن في حد بيتفرج علينا هذي الوقت هو يقول أخيرا عمار اقتنع أن العلمانية وحشة لا النقطة نحن هازم نفرق بين أول حاجة عشان تبقى واضحة جدا العلمانية هي شرط من شروط التقدم ليست هي السبب بالوحيد لكن بدون نظام علماني لن تقام دولة حديثة ولن تتقدم الدول ده منطقة البساطة عشان لو أي حد عنده خيالات أخرى لكن مش معنى ده إن إحنا بنفرد العلمانية أي محاولة لفرض نظام معين على الشعب بدون اقتنع به هتؤدي إلى نتائج سلبية وده اللي هنشوفه بعد كده لكن أيضا لأن هي بتعمل حاجة مهمة جدا بأن أنت بتفرضها إنك بتحاول تفصل بين العجلتين اللي قايم عليهم فكرة التقدم فكرة العلمانية مع فكرة الديموقراطية لما بتحاول تفصل بينهم بتنتج نظام كارثي يعني ما هتنتج نظام ثئوكراطي بيحاول يفرض الدين على الناس لو خفزت على الديموقراطية ولغيت العلمانية أو لو عملت العكس هتنتج نظام ديكتاتوري بيقمع الناس لازم الاتنين يمشوا مع بعض عشان العجلة تتحدث بطبط يعني أسماع بورقيبة حتى لما طرح نفسه كان على فكرة بانتقد أتا تيركي بيتهمه بأنه كان مقاطع عن المجتمع وعن بلده هو يقدم حاله كمشتهد يعني وهذا بالتالي يعني ما عد عندك صار حتى طرح علماني هو عم يقول أنا عندي تفسير جديد للدين وبدياكم تقتنعوا فيه وهي مشكلة أكبر يعني هي الدولة لما بيكون في استبداد وبيكون بقى مزاجية الحاكم هي اللي هتحكم بتصير العلمانية نوع من الدين اللي لازم ينفرد كمان من فوق فعندك أشكال كتير كبير هون إذا فتحنا الباب قدام الاستبداد وفكرنا أنه بشكل ما من الأشكال حله حيساعدنا بحرق المراحل بواقع الأمر ما في حل قدام مجتمعاتنا لحتى تجذر فيها الأفكار الحداثية الأفكار العلمانية إلا من خلال الإقناع وتنميتها تدريجيا عضويا عبر العقود من الزمن وعبر التضحيات خليني هنا عمار حاولي أنا عبدور الطرف الآخر إحنا في جميع الأحوال اللي هيحكمنا ديكتاتور يعني مش مثلا إن إحنا قدامنا اختيارات كبيرة في المنطقة مثلا وبنقل بين أحزاب مختلفة إحنا الواقع بيقول إن إحنا هيحكمنا رجل واحد هيطبق وجهة نظر أليس الأفضل في مثل هذه الحالات إن هذا الرجل على الأقل يطلع منه بحاجة عيدلة يعني مش هيقبعنا وكبان ما يبقاش في أي حاجة على الأقل الرجل يدينا شوية حريات هل النهاردة المرأة التونسية مش وضعها أفضل من مثيلتها في كل دول المنطقة المختلفة بسبب هذه الإصلاحات اللي عملها بلقيبة واللي عملها بن علي رغم كل مشاكله الأخرى هل النهاردة حقوق المرأة التونسية مش هي تحسن هي أحسن من حال غيرها أو حتى بتركيا طبعا الوضع حيكون الجواب إنه نعم بس المجتمعات ما تزال مفتتة ومقسمة وفي عندك مشكلة ما بين الريف والمدينة سواء بتونس ولا سواء بتركيا وهذا الشي اللي استغلوا حزب النهضة بتونس وهو اللي يستغلوا حزب أردوغان بتركيا لإعادة فرض الطيار الإسلامي مرة أخرى على المنطقة والمشكلة هلأ أنه صار الطيار الإسلامي عم يحكي باسمه الدموقراطية والحقوق وصله مشروعية أنه هو قاوم الاستبداد مع أنه الفكر اللي هو بالنهاية عم يطرحه ما له فكر كتير متقبل للديموقراطية وأكيد بشكل من أشكال فكر عنده مشكلة مع العلمانية ومع بعض المظاهر الحداثية فهي اللي ضرورية بالحقيقة حتى أفكار حداثية ضرورية مثل حقوق المثليين مثل مثل شغلات كتيرة العلاقة بالحرية الفكرية نحن إذن ما زلنا عم نواجه هاي المشكلة بس الناس اللي بيقولوا أنه بعد 200 سنة من التحديث نحن متقدمنا أنا بقول لهم تماهلوا شوي بالحقيقة نحن قطعنا خطوة ثورات الربيع العربي كشفت بشكل كتير واضح أن المجتمعات مقسمة مثل ما في جزء ما تغير في قسم تغير وبدو العلمانية ومؤمن فيها وعلى كل المستويات الموجودة بالمجتمع ماله بس طرح نخبر فصار في تقدم حقيقي ونحن لازم نظلنا مراهنين على أنه الاستمرار بهذه الخطوة مع الوقت حيعطي التقدم المرجي فما لازم نقع بفخ الإيمان بالاستبداد أنه الاستبداد هو الحل لأن النضال هو الحل في الحقيقة ونلتقي بكم في حلقة قادمة اشتركوا في القناة